اشتركوا في القناة الدموية والقمع بعثة الامم المتحدة في العراق تستعرض تقريرا هو الرابع من نوعه منذ انطلاق الثورة في تشرين الاول الماضي يروي جزءا من الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين فيقول ان الانتهاكات ضدهم شملت عمليات قتل عمد واختطاف واخفاء قسري وممارسات تتضمن التعذيب اثناء الاعتقال واطلاق رصاص الحي وهجمات بسكاكين وتهديد وترهيب للناشطين واستخدام مفرط للقوة في اماكن التظاهرات ولان المجرم في العراق غير متهم بل يحظى بالحصانة فان التقرير الاممي اشار هذه المرة الى غياب المساءلة عن هذه الافعال ما يسهم في تفشي ظاهرة الافلات من العقاب فيما يتعلق بتقارير التظاهرات التي تتضمن اتهامات بالاتهاكات والتجاوزات الشهادات التي وثقتها المنظمة لبعض الناجين من جحيم سجون السلطة والميليشيات كانت تحوي على سرديات التعذيب والاستجواب هناك فقالت مفوضة حقوق الانسان الاممية ميشيل باشلت عن التقارير انها مقلقة جدا كما اكدت انه من غير المسموح ان يتعرض احد لهذه المعاملة القاسية والمهينة جل الذين قابلتهم المنظمة الاممية اتهموا الميليشيات بالتورط في عمليات التعذيب ما استدعى مطالبة بعثة يونامي الحكومة في بغداد بضرورة التحقيق في تلك الحوادث وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وتلك في العراق الجديد تعتبر طوق نجاة للمتهمين فجميع الحكومات المتعاقبة شكلت لجان تحقيق بشتى الكوارث التي المت بالبلاد واخيرها استشهاد مئات المتظاهرين فتعهدت الحكومة بفتح تحقيق عاجل الامر الذي يراه الكثيرون لا يعد كونه ضر لرماد في العيون ومحاولة فاشلة لإسكات الشارع الغاضب وتجميل وجه عرف العراقيون مدى بشعته